اول خطوة هنستخدم مرطب مناسب لبشرتنا انا استخدمت هنا كيلز للبشرة الدهنية من The Body Shop هستخدم برايمر تي تري للبشرة المختلطة من إسادورة هستخدم الفاونديشن ده هو Water Based الخف فاونديشن استخدمته لحد الوقت ينفع للاستخدام اليومي وقوامه ممتاز جدا وينفع لكل انواع البشرة هستخدم صوابعي في الدمج لانه حرارة الاصابع بتساعد البشرة على انها تمتصل فاونديشن بشكل افضل وطبع لو احتاجتي طبقة تانية بتزودي طبقة خفيفة يعني انت بتبتلي طبقة خفيفة وتزودي كل ما تحتاجي طبقة خفيفة تانية من برج واهل في ميكس هبتدي احط كونسيلر في المناطق اللي انتوا شايفينها مش هحط مسلس كامل قوي تحت عيني بس بيكون بنفس الطريقة عشان تديني اضاءة كويسة الوشي وهدمك برضو صوابي الدمج بيكون عن طريق طبطبة للكونسيلر والفاونديشن ما تسحبيش سحب طبطبي بس على الكونسيلر والفاونديشن سأستخدم باودر الحواكب من NYX الدرجة الغمئة بس هبدأ الاول اصرر حواكبي بالجل الموجود في البالت ممكن استخدمي اي جل تاني وبعدين هبدأ ارسم حواكبي بشكل طبيعي جدا موسيقى 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 من مارك جايكوبز هستخدم كونتور باودر عشان أبرز عظم وشي أسفل عظمة الخد الجبهة من فوق خالص وهي حدد كمان دقني لأنه وشي مدور فهبقى عايزها شوية أرفعه كونتوري الأنف بيبدأ من عند مدمع العين كده من نفس المستوى أو فوق مستوى مدمع العين وانت بتحددي ما تتخليهمش بعيد قوي عن بعض عشان ما يعملش نتيجة عكسية ما يبينش ان أنفك عريض لا عايزين هم يبقى رايبين على قد ما تقدرين من بعض فيدوا إيحاء بأن أنفك له فيعة المنطقة بس اللي محتاجة كونتوري ومحتاجة تعملي أنهيشك لأن في ناس عظمتهم قررية بتبقى رفيعة بس بتبقى عريضة مثلا من عند أرنبة الأنف اللي هي بتبقى من تحت خالص فهتحتاجي برضو تحددي الأرنبة برضو من مارك جايكوبز هستخدم البانانا باودر شوفوا تأثيرها ازاي تحت العين بتضيع الخطوط كمان في المناطق الدهنية حوالين الأنف هنا لأسف هنسيت حوالين الأنف بس كمان بتحطي حوالين الأنف وبين الحواجب عشان تضيع الدهون بالنفس الكونتور باودر هحطه على عظمة الجفن السابت فيدي أحق كده بيدينا ضل وبيدينا شكل طبيعي أكتر للعين بلاش كيرلر من نومبر 7 هعمل كيرلنج لرموشي لأنها أسيوية جدا فتبقى كلها متساوية مع أنها طويلة فلازم أعمل لها كيرلنج الأول قبل ما أحط لها المسكارة شايفين الفرق؟ من قصة دورة برضو هستخدم المسكارة دي تأثيرها ممتاز لو أنت بس عايزة تطويل رموشك ويبقى وتبان شكلها طبيعي لكن هي ما بتديش فوليوم كتير وبرضو تقطيتها خفيفة ما بتلزقش الرموش في بعض موسيقى 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 من بورجواء هستخدم البلوشر ده هحط كمية بسيطة جدا هنا بس ساعات بيبقى مثلا نموت بتاعي إن أنا عايزة يبقى وشي مورد أكتر فأنتي ممكن تغيري اللون برحتك مش مشي أحمر أورنج موسيقى من طوب شوب هستخدم اللبستيك نيود ده موسيقى 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 ها الحدد الأول بفرشة من نفس اللبستيك لأنه ما عنديش محدد نفس اللون فاستخدمت فرشة فيع كمحدد وبعدين ها أبلاي اللبستيك عادي لو حبطت في لمعة الروج استخدم المنديل وعطي عليه بشفيفك وهيقلب لمات خالص ويبقى شكلك كأنك فعلا مش حطى أي ميكوب يارب تكونوا استمتعتوا باللوك سيبولي تعليقاتكم وقلولي حابين تشوفوا المرة الجاية شكرا